مؤسسة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية عقدت بخريبكا مجلسها الإداري والذي خصص للدراسة والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي أهم نقطة المدرسة في جدول الأعمال تتعلق بالتقرير الأدبي والتقرير المالي فتم تصويت عليهما بالإجماع المجلس الإداري صدق أيضا على ميزانية النسخة الرابعة والعشرين من المهرجان المزمع تنظيمها في شهر مايا المقبل والتي تستضيف السينما المالوية كضيف شرف إنعقاد المجلس الإداري لمؤسسة المهرجان شكل فرصة كذلك لاستحضار المصاري الطويل لهذه التظاهرة الثقافية الكبرى التي تعود دورتها الأولى إلى سنة 1977 وما ميزها من إنجازات هامة مكنت من تكريسها كموعد هام لدى عشاق السينما الإفريقية